أداء ضعيف لبورصة عمان سجل في آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع حيث بلغ حجم السيولة المتداولة 6 ملايين وتسعمائة ألف دينار وأغلق مؤشر الأسعار على ارتفاع طفيف بنسبة 69% بدعم من قطاع صناعة وبذلك فإن المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال هذا الأسبوع بلغ حوالى 9 ملايين وستمائة ألف دينار بارتفاع النسبة 53 وثمانية في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق والذي بلغ 6 ملايين وثلاثمائة ألف دينار حيث بلغ إجمالي حجم التداول خلال هذا الأسبوع حوالى 48 مليون ومائتي ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة بلغ 44 مليون وستمائة ألف سهم نفذت من خلال 14 ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعين عقدا أما عن مستويات أسعار الأسهم فقد ارتفع الرقم القياس العام لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2156 نقطة مقارنة مع 2130 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 21 واربع وعشرين في المائة وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول احتل القطاع المالي المرتبة الأولى وساهم بنسبة 49 وتسعة في المائة وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 36 وسبعة في المائة أخيرا قطاع الخدمات بنسبة 13 واربع في المائة حسب شكرا بك شكرا